تفاقات من العيار التقيل اللعب الاول هو فوفانا اللعب اللي تكلمنا عنه قبل كده وقلنا لو جي النادي الاهلي هيمثل اضافة كبيرة مارسيل كولر اول ما تفرج عن اللعب ده وعلى امكانياته اقتنع تماما ان هو ده المهاجم اللي عايزه معاه في النادي الاهلي فوفانا الفترة الاخيرة كان قريب انه يخلص مع النادي الاهلي وامير توفيق عمل مجهود كبير علشان يقنع فوفانا بالتواجد في النادي الاهلي وبالفعل كان قريب من اقناع اللعب ولكن الازمة كانت مع النادي فوفانا حاليا بيلعب في الدور النرويجي وفريقه محتل الدوري والعقد بتاعه هيخلص في سنة 2024 يعني عقده لسه ساري يعني هتدفع فيه مبلغ وقدره ايمت فوفانا على الترانسفير ماركت 700 الف يورو يعني مبلغ كويس جدا ولكن اوعى اتفكر انك هتشتريه بالمبلغ ده لان النادي التاعه هيطلب فيه مبلغ اعلى من كده بكتير فوفانا بيلعب سنتر فيرود واوقات بيلعب وينج رايت ولكنه سنتر فيرود موهوب جدا لعب الموسم ده مع فريقه في كل البطولات 26 مباراة بمعدل 1689 دقيقة وقدر يسجل فيه ب13 هدف وعمل 6 اسست وطبعا الصفقة دي هتبقى تحت السن لو النادي الاهلي قدر يخلص فيها لانه موليد 2 ديسمبر 2002 يعني عنده 19 سنة في الوقت الحالي وهو لاعب افريكي من اصل اوفواري لو سألتني بقى حلفه فانا قريب من النادي الاهلي هقولك لا ولكن النادي الاهلي عايس عالي ضمه ولكن فيه كام حاجة كده هتعطل انك ممكن تتعاقد معاه اصلا اولا كده هو بيلعب في اوروبا ثانيا بيلعب في نفس الفريق اللي طالع منه ايرلينج هالن يعني فريق فيه كشفين كتير عينيهم عليه واللاعب متقلق بشكل كبير مع فريقه يعني الخلاصة كده لو جيت اشتريه كمان والفريق وافق هيطلبه مبلغ كبير فيه فالموضوع ده كله بالنسبة لي مقفول وصعب فوفانا ينضم للنادي الاهلي مع اني اتمنى جدا يكون هو لاعب في النادي الاقلي في الموسم ده بس توقعي انه هيطلع كم درجة في اوروبا وهيلعب في فريق غير الفريق اللي هو فيه دلوقتي وهيتقلق في اوروبا علشان كده اللاعب صعب يرجع يلعب في افريقا